اكد سعادة الدكتور الشيح عبدالله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دعم مملكة البحرين لحوار التعاون الاسيوي باعتبارها عضوا فاعلا وشريكا في تأسيسه ومساندتها لتحقيق اهدافه في تعزيز التعاون والشراكة الاسيوية في أدة مجالات جاء ذلك لدى ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الاجتماع التنسيقي الثالث لكبار المسؤولين في منتدى حوار التعاون الاسيوي بحضور سعادة الدكتور بورونشاي دافين ثانا الأمين العام لحوار التعاون الاسيوي وخلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين على تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات بين البلدان الاسيوية لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة نحو مجتمع أسيوي أكثر أمانا واستقرارا وتقدما وازدهارا في ضوء رؤية حوار التعاون الاسيوي 2030 والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لما في خير وصالح الشعوب الصديقة من جانبه تقدم الأمين العام لمنتدى حوار التعاون الاسيوي بالشكر وتقدير لمملكة البحرين على دعمها لجهود المنتدى في توطيد أواصر التعاون وشراكة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات التنموية وتعزيز قدرتها على المساهمة بإيجابية في ترسيخ الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي والاجتماعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر